طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ تعالوا نروح للمسلوعة اللي هي اكلة من مدينة القدس القدس الشريف دي اول مرة انا اماما كنت بتعملها لنا بس ماكنش حتى عارفة ان اسمها الاسم ده المسلوعة كنت بتفرج على واحدة صاحبتي شاف عيشة بامريكا اسمها ماي كانت رايحة تزور اهلها في القدس فقعدت مع جدتها صدقا جدتها اكبر من اسرائيل يعني وقتها جدتها كان عندها 85 سنة يعني ظهرها محني حبيبتي ووقفة في المطبخ قام محنية لكنها قبية وشباكهم على المسجد الاقصى كان بالنسبة لي الحالة كلها وانا بتفرج على اكلة بسيطة فلسطينية حنين المغترب مع المرابطون في القدس واجنابها واكلة قد ايه بسيطة وهي قعدة بتحكيها ومسميها كذا ونحط فيها كذا وتراثنا نعمل فيها كذا فمن وقتها وانا بعملها بالطريقتها بالزبط هنا عندي حطيت شوية زيت زتون بصلة خشنة شوية جزر شوحتهم وحطيت العدس الاصفر المغسول لو عايزين تسرعوا انقعوا وبعدين حطت له ميا هحط له ايه دلوقتي هحط له الكمون رفيق العدس هو الكمون ونحط بهارات كتير فقط كمون وملح كمية حلوة من الكمون وحنحط الملح دي وصفة الشربة يعني كده هي شربة العدس نقدر نشيل منها لو احنا حصين الرز قليل نشيل منها ونقدم طبق شربة حشوف دلوقتي لو الكمية كبيرة على الرز بالذات ان احنا الرز عندنا مستوي فانا اقدر اققى يعني اقدر هو مش هيشرب السوائل دي كلها فحيطلع العدس اكتر ولا مناسب خلونا نضربها بالهند بلندر ننعمها اوصلها في الكهرباء بس ثواني شايفين لون الشربة انا بحب حط لها كركم بيديها لون حلم وبنفس الوقت الكركم مضاد للالتهابات فيعني منزود بالشتة ببقى عندنا الواحد بتعرض لبرد كتير والالتهابات كتير الكركم يعني اذا الدكاترا برا بقوله انه ده الدواء السحري في مطبخنا انتي انفلاماتوري وهو اصلا بالانجليزي اسمه ترمريك بس اسمه العلمي والطبي في الانجليزي كركم من من اسمه العربي الكركم فحنضيفه دلوقتي دينا لون وفايدة تعالوا دلوقتي انا شايفة انه كفاية كده مش عايزها تبقى يعني بحب دايما حتى شربة العدس يبقى لها ترميلة بسيطة تعالوا نشوف قد ايه ايوه ترملتها بسيطة اهو حقوم واخده لانا حاخد شوية من الشربة اغرفها في طبق هي مستوية ولا عندي هنا طبق حلوة بلط ده ولا ده ده ولا ده خلينا اخد كمية اكبر هنا شايفين ولا هي مهروسة اوي بيوري اوي ولا هي خاشنة اوي حتى قطع الجزر فيها بتفضل بينة دي تتحط مع شوية بقدونس فراش عصرة لمون جنبها شوية ملعيش الناشف او المقلي بتطلع ولا احلى خلينا نشيل ده على جنب نرجع له بعدين ناخد دلوقتي الرز انا عندي رز بيت وعندنا شوية عدس في البيت اي حد عن شوية رز بيت دلوقتي يقوم يجربها هحط الرز ممكن تتعامل بالرز الناي بس الرز الناي ساعتها حنقلل يعني حنزود كمية السوائل لانه الرز حيشرب من السوائل فيه اسهل من كده اكلة حنسيبها تغلي وبتبقاش يعني مفلفلة مش زي الكوشري الاسكندراني بتبقى كده هنا هسيبها تغلي ورغطة مفتوح عشان يقلل السوائل نبص هنا بس على الرشتاء مع بعض قبل ما نطلع الفاصل بصوا شايفين اهو قوامها رائع هسيبها على نار هدية قوي علشان نرجع من الفاصل ونغرفها كل ما العدس داب والعجينة استوت وبتتقل اهو شايفين بتديني القوام اللي انا عايزة هو ده بالزبط القوام قللنا الحرارة خالص لمجدرة هنبص عليها بعد الفاصل هتكون اكيد استوت ونعمل الطوپنج اللي بتحط على المسلوعة خلي الكده بصل مع سماء مع لمون وبقدونس ونعمل صلطة فلاحي وصلطة زبادي استنوا تعالوا نغرف المسلوعة انا ضفت الكركم قاعدت احكي لكم كتير عن الكركم وما ضفتوش ضفت الكركم خلى لونها زي ما انتو شايفين لون اصفر قوي وبنفس الوقت ادينا فوايد المضادات الالتهابات شايفين قوامها ببقى زي يعني منقول مثلا في اكلة خليجية اسمها مخبوصة او خبيص بتبقى يعني طرية كده ودي محبوبة جدا عند الاطفال من اسهل لحاجات الامهات لما الولاد بعد السنة يبتدوا ياكلوا باكلوهم الاكلة دي تعال نعمل مع بعض الخلطة اللي بتتحط على وشها بتحط بصل مقلي ساعات بتحط ممكن تحط كمان بصل مكرمل انا حطى لكم هنا اهو وانا بحب عليها الخلطة دي كانت تيتا الله يرحمها دايما بتعملها لنا عبارة عن بصل مع سماء السماء اللي وردته لكم في حلقة الاسبوع اللي فات بيبقى مزز وبيبقى لونه كده محمر فمنحط السماء عليه منحط لها الملح عشان يطري البصل ومش هنحط خل هنحط لمون عصير لمون وندعكها بالطريقة دي وحنحط لها عليها البقدونس دي بتبقى فراش كده على وش المسلوعة بتديها كرنش حلو قوي بتديها فراشنس كده ندعك كويس ومناخد الخليط ده هتنحطه كده هنا لونه رائع اصلا وحاخد دلوقتي زيت الزتون هي اول ما تتسكب يعني تتغرف بتعمل طبقة كده فمنقوم جايبين زيت الزتون في الشكل ده حواليها وكمان عايزة احط لها ثنة بقدونس هنا اكتر هبان وقادي طبقة لمسلوعة نحط برضو اللي فضل من الخليط اللي عملنا هتنضف حوالينا مهم جدا النظافة في المطبخ هنحط الخليط ده على جنب اللي حابب لما يغري في يزود اشتركوا في القناة